على الساعات الصباح الأول من صباحي اليوم افتتحت مراكز الاقتراع في محافظة نينا وأبوابها مما الناخبين من القوات الأمنية للتصويت الخاصة مسؤول قسم الإعلام في مفاوضية انتخابات نينا وسوفيان المشهداني قال في تصريح للرشيد إن المراكز شهدت إقبالا كبيرا وما زالت الأعداد بالتزايد على تلك المراكز وسط إجراءات أمنية وفنية متقنة منذ ساعات الصباح الباكر استقبلت 38 مركز اقتراع في عموم محافظة نينا و182 محطة للمتسابين المسجلين لدينا اللي هو تقريبا العدد 75 ألف ناخب الحضور جيد جدا ومنذ الساعات الأولى جميع القيادات الأمنية في عموم محافظة نينا اهتمام كبير جدا العمل يسير بشكل جيد الاقتراع داخل المحطات جيد جدا بالإضافة إلى أن عمل الأجهزة الموجودة تم تهيئتها بشكل جيد ولا يوجد هناك أي عطل أو تسجيل حالي لحد هذه اللحظة وإذا كان هناك أي خلال سيتم موجود لجنة صيانة من المفوضية وموظف من الاتصالات وأيضا موظف من جامعة الموصل اشتركوا في القناة